أما هلأ نور رح نتقل لفقرتنا الثانية ونخصصها لحتى نحكي عن جريمة السرقة يلي هي بتعد من أخطر أنواع الجرائم سواء كانت أسبابها اقتصادية أو اجتماعية وهي موجودة بجميع المجتمعات ولكن إلى عدة عوامل أكيد عفافة نحكي عن جريمة السرقة أنواعها وعقابها في القانون السوري معنا الأستاذ المحامي أحمد دعبول يسعد صباحك وهلا وسهلا فيه بداية أستاذ خلينا نعرف وقت نحن نقول السرقة شو تضمن هذه الكلمة على شو تقتصر حتى وشو هي أنواعها بداية نجري من السرقة بالقانون السوري حددت المواد من 621 قانون العقوبات العام لحد المادة 136 إضافة لبعض المواد المنفصلة والمادة 121 قانون العقوبات السوري اللي هي عرفت السرقة بهي أخذ مال الغير المنقول دون رضاح طبعا كل الكلمة اللي بيقصد المشرع السوري في المادة هي إلى معنى إلى معنى وإلى تفسير وإلى شرع وإلى أخذ مال الغير يعني نعرف الصرقة من منطوق المادة 121 قانون العقوبات العام أخذ مال الغير المنقول دون رضاح فهي يتوفر لنا هنا للصرقة ومثل من أي جريمة ركنين ركن مادي وركن معنوي وعلاحة سببية بينهما إذا منطبق نحن 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 نحكي بشكل مبسط لتفهم الجريمة الصريقة أن الركن المادي حتى يتوفر لها أساس أي جريمة الركن المادي وهو فعل الأخذ الأخذ سواء كان بالخفية سواء كان بالعنوة سواء كان بالغصب هي فعل الأخذ من شخص ما يملك مال منقول يعني مال ما بصر واحد يسرق عقار أنه هذا ثابت وحصر لازم يكون منقول أو عقار بالتخصيص وحلى نحن نطبق نحن 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 نتوفر لنا عن عقار بالتخصيص المنقول عن أي شيء مال جوال أثاث شاء أي شيء ممكن نقله من مكانه إلى مكان آخر هذا يعتبر مال منقول أخذه لهذا الشيء وإخراجه من حياة المالك هذا الركن المدنسة مجرد أنا قمت بهذا الفعل أو الجاني قام بهذا الفعل أخذ هذا الشيء ونقل حياسته ونقل ملكيته من خارج ملكية المالك فهو تكون أول ركن يوجد نييه التملك الحياسي لأنني أدخله بهذا الشخص بحياسي وأصرر في تصرف المالك فهو يوجد ركن المعنوي يتحدث هنا عن العلم والإرادة لأنني أعلم وأعرف وأعيد أن هذا الشيء لا نقول لي هذا الشخص مملك لشخص آخر وأنا قصدت إخراجه من ملكيته إلى ملكيتي فهو نلاحظنا أن نتكون عن ركن المادية للسرقة والركن المعنوي الذي يتألف من عنصر النية أنا لا أقوم بهذا الفعل أما إذا فرضنا على سبيل المثال شخص كان موجود شيء متروك في الشارع لا شيء هنا يتكواجر المصرقة لأنه من أحد شغط أن يكون هذا الشيء المقول مملك لشخص آخر جميل معك ستاز أحمد لأنه دائما في معلومة مفيدة في تبسيط للناس الهدف أساساً أن المادة القانونية اليوم نقدر نعطي للناس كم هائل أن المعلومات يكون مفيدة لإيلون خصوصاً بموضوع الصريقة لأنه نسمع عنه بشكل كثير صحيح فخلينا نحكي عنه موقف القانون السوري من الصريقة لما نحكي عن أخذ مال الغير عنوة كمان بيقول لك القانون لا يحمل مغفلين بس تم تعديلات كثير على هيئة الجزئية لأنه أحياناً كمان بيصير نوع من الصريقة بطريقة مختلفة خلينا نحكي عن هدول التفاصيل موقف القانون السوري من الصريقة كيف صنف يعني ارتكاب الصريقة وعقابه والتعديلات الأخيرة الآن سرغت محكي نحكي عنوة والتي تحتمر القانون طرف مشدد ومن بخذ يكون قفية لكن الغالبية هي عنوة أو من دون علم مساعة الشخص ينزل على بيت بالليل هي نحن 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 في تشديد تجاريمة الصريقة هي سنطر الكلاسيكية الآن صار في تطور صار في أساليب مختلفة صح صح نحن القانون السوري عنا ميز بجرائم الصريقة ما بين صرقة جنحوية الوصف أي عقوبتها كل صرقة عقوبتها الحبس فقط الحبس هي صرقة جنحوية الوصف وصرقة جنائية الوصف أي صرقة موصوفة تتوافر فيها بهذه الصرقة الظروف تدل على الخطور الإجرامية للجاني واللي قد في بعض الأحيار جاني قد يكون ناوي صرقة فقط لكن بسبب توافر هذه الظروف سكي حمل سلاح مثلا قد تتطور من جريمة الصرقة إلى جريمة قتل إلى جريمة إذا مقصود لهذاك منلاحظ أن القانون السوري شدد في بعض الأحوال وفي بعض الوقائع في حال توافر الظروف معينة شدد فإذا نجد على المواد من 622 إلى 136 نلاحظ أن القانون السوري ميز في جريمة الصرقة ما بين الصرقة الجنحوية والصرقة الجنحوية للعقوبة الحبس ميز فيه إلى ظروف تشديد وفيما بعد الصرقة جنائية الوصف التي تتوفر بعدة ظروف لأن خمس شهوط فرض القانون على سبيل الحصر لكن قصته على المساكن واحد فجرد واحد دخول إلى أماكن سكن الناس هي تعتبر صرقة جنائية الوصف الصرقة في الطرقات العامة وفي القطار الحديدي لما فيه هذا القطار لما فيه من مأمن لما فيه إحساس بالأمان بهذا الشخص الصرقة ليلا مع التعدد والتقنع وحمل السلاح الصرقة على سبيل المثال المذكورة به سبيل حصر بالقانون السوري صرقة سيارات سيارات موجودة في الأماكن العامة جميع سيارته بالشارع صرقة سيارات وصرقة لوحاتها هي تعتبر جريمة صرقة موصوفة جنائية الوصف شدد القانون السوري بعقوبته كون متروكة للعواقع جعل العقوبة فيها بالحد الأدنى خمس سنوات طبعا مع استبدال عقوبات الأشغال الشقة بالتعديل الأخير لقانون العقوبات العام استبدال عقوبات الأشغال الشقة بالتعديل الأخير بحقوبات الاعتقال لها السبب هذا هنا القانون راعى المشرح حتى بنفسية الجاني وحتى بنفسية المجرم ما هي الخطورة الإجرامية المتوافرة لديه هنا نلاحظة أننا المشرع لما يطبق عقوبة مشددة يفرض عقوبة كبيرة عليه فهو يرعى أن هذا مجرم خطير ساعة الشخص يفوت على مكان سخن الناس حامل سلح لا يمكن أن تطور القصة إلى قتل يمكن أن تطور قانون شدد فيها نحكي عن المجرم الخطير يعني السارق الخطير هناك أشخاص يتجبرون الحاجة على السرقة أو ظروف معينة ما هي الظروف التي تتجبر السارق لأنه يرتكب جرم السرقة في هذه الوقت؟ الظروف الاقتصادية بشكل عام غلاء المعيشة عدم الكفاءة الآن نتحدث عن نفسية قد يكون الشخص مكتفي أحيانا ويبطر إلى السرقة نحن نعرف أن يكون شخص مدير مؤسسة مدير منظمة ويقوم بالاختلاص هنا القانون قد يراعب شيئا ما ظروف مخففة أسباب مخففة تقديرية القاضي تعود إلى السلطة وهذا في عنده ظرف دفعوا إلى السرقة لكن ما نمبرد القانون السوري ولكن يخف العقوبة حسب سلطة الققدرية القاضي حسب الأشياء المسروخ حسب الوضع المادي القانون مثل ما شدد عقوبات السرقات خفف بعقوبات السرقة مثلا تفاهت الشيء المسروخ مثلا بالقانون عندما حدث المادنة 640 من قانون العقوبات العام إذا كان الشخص مثلا يشترك بجريمة السرقة أخفأ أشياء مسروقة لكن بادر إلى تسليمه إلى الجهات المختصة يؤف من العقوبة راعة التجديد ليسا ما يكون نظر إلى المشرع السورة أو إلى القانون بشكل عام هي نظرة شخص الحد الشخص الذي لا يهمس هو العقاب لا ناقش القانون السوري بقدر الإمكان لحالة النفسية والحالة الشخصية والحالة لشخص تراجع عن هذا الفعل هنا راعة المشرع السوري هذا الشيء الجميل الذي قام به لحدا ما لا يوجد هذه الخطورة الإجرامية الكبيرة لا يوجد الأشياء التي يستوجب تجديد العقوبة هناك سرقات التي تكون غير مقصودة في الوقت عندما تنسى غرض أو مصاري أو موبايل أو أشياء شخصية والمكان والشخصي الذي لنسيتها هذه الأمور لا يأخذها هل هناك معاقبة أم لا؟ هناك الموضوع يقود إلى السلطة التقديرية للقاضي في حال ثبوت أن هذا الشخص فعلا وجد شيء لكن عندما يكون شخص وجد حقيبة في الشارع المفترض أن يكون تسليم لا أعلم أن هذا الشخص أو هذا الشيء مملوك إلى آخر أنا وجدته لكن لغة مثالك تحق قانونيا إلى حد ما إلى حين إثباته ويقعد بسلطة التقديرية وقناعة القاضي في براءة هذا هناك حق عام وحق خاصون وهي الجزئية التي أحكي معك أستاذ أحمد لأننا نعرف بعض السرقات تتم ضمن المجتمعات الصغيرة والعوائل فتلاقي الشخص الذي تم سرقته يتنازل عن هذه القضية هناك حق عام إذا بدنا نصنف الحق العام عند الدولة حسب تصنيف الصرقة كيف يكون الحق العام حيث المبدأ كل جرائم الصرقة فيها حق عام وحق العام هل نسمع الحق العام ماذا يعني الحق العام؟ كشخص منه حق عام أنا مازلت أو تصالحت أنا ضمن القانون السوري هناك جرم في عقاب لو تم التنازل تخضع إلى قانون العقوبات العام كل جرم جزائية يوجد فيها حق عام إلا ما استثناء القانون على سبيل الحصر حق العام هو حق المجتمع يمثل حق العام حدائم أننا في الجرائم هي النيابة العامة صحيح النيابة العامة هي مدافع على المجتمع وعن الردع هو الحدث صحيح أنا أتحقق مبدأ الردع العام ساعة أنا في عندي صارق في عندي مجرم أنا أعاقبه أنا ردعت غيره صحيح الردع الخاص هو من القيام بهذا الفعل نحن دائما عصولين ردع عام وردع خاصة ردع خاصة تعلق بشخص الجاني بشخص المجرم والردع العام الذي يكون مثل عبرة لما يعتبر أن أي شخص يكون بهذا الفعل مجرم قانوناً سيتطاح قانونيًا سيتعاقب حسب نصوص المواد القانونية بظروف مشددة بظروف مخففة حسب الوضع ونصف المهدد كيف الحكم ضمن القانون ما حكينا؟ حكينا عن أنواع السرقة بس تقريباً حسب كل الجريمة بس تصنيفاً ضمن التصنيف لأنه تم تعديلات كثير صحيح هل أنه قد يصل الحكم إلى حد الخمسة عشر سنة أشغال الشقة تم استبدال العقوبة الأشغال الشقة بالاعتقاد تعديد أخير القانون للعقوبات العام قد تكون العقوبة جنحية قد تكون العقوبة جنائية وشدد القانون قبل سرقة السيارات حتى العقوبة خمس سنوات ونحن نلاحظ القانون دخل المشريع السوري دخل بتفصيل ولا يجوز إخلاء السبيل فيها لما فيها من خطورة وردع عام للجميع يعني أي شخص يقول عندي سرقة سيارة موجودة في متروكيا أو في مكان عام خمس سنوات على الأقل ولا يجوز إخلاء السبيل في سرقة السيارات لذلك يتراوح عن الجرائم لحظة 15 سنة حسب الجريم حسب التوافر في الوقع الجرمية ظروف مشديدة أو توافر فيها ظروف مخففة هل كانت جنحاوية الوصف أم كانت جنائية الوصف شكرا كثير لك بالنهاية أستاذ أحمد دعبول شرفتنا وشكرا لك المصائحة التي قدمتنا شكرا لك المحامية الأستاذ أحمد دعبول على وجودك معنا شكرا كثير لك